اشتركوا في القناة ادت لتنفذ ما دار في غرف العرب السوداء لكن مصر كانت رؤوفة على الاموات ففتحت لهم المعبر الذي اغلقته على الاحياء من اهل غزة دانت مصر الحدث بعد ان شاركت في سياغته تهافت العرب على الاستنكار المتأخر والذي كان مرصودا ايام الجوع والحصار والقتل بالتقصيد استنكار فضحته تسيبي ليفني عندما كشفت عبر يديعوت احرانوت اليوم انها ابلغت دولا عربية وغربية بالتحرك الاسرائيلي العسكري ضد غزة وبموجب العلم والخبر فان اي اسف عربي يسقط امام الاعتراف الاسرائيلي فلا يقنعنا زعماء الاعتدال العرب تحديدا انهم يعانون في سرهم ويتأثرون لمشهد اليوم الدموي ولا لتلامذة غزة وهم يحتمي بعضهم ببعض خوفا ورعبا من طائرات الموت في المواقف البيت الابيض اعطى الضوء الاخضر للمزيد مطالبا حماس بوقف الصواريخ حتى يتوقف العنف السعودية اعطى الضوءا مماثلا عبر صمتها القاتل سوريا بدأت اتصالاتها كرئيس للقمة العربية قطر